اشتركوا في القناة اعضاء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وما منى عليهم جميعا من نعم التآلف والمحبة والتسامح والتعاضد فله سبحانه وتعالى الحمد والشكر والمنة وبعد في هذا اليوم الذي يصادف مرور عام على العدوان العسكري الهمجي على بلادنا وعلى انتهاك سيادة واستقلال بلادنا من قبل نظام آل سعود ومن تحالف معه وبالتواطئ الخونة والعملاء الذين اباحوا الوطن وفرطوا بالسيادة والاستقلال الوطني وتجردوا من كل القيم والاخلاق وتنازلوا عن كرامتهم من اجل ان يستمروا متربعين على كراسي السلطة مهما كان الثمن من الضحايا والجماجم والاشلاء والدماء غير مستوعبين حقائق التاريخ ومعطيات الواقع التي تؤكد ان الاذيال والمأجورين ومسلوبية الارادة لا يمكن ان يكون لهم اي شأن بل ولا مكانتا وسيظلون في نظر شعبهم واسيادهم الذين جعلوا منهم مطية مطية عملاء وخوانة لا قيمة لهم مطلقا نعم في هذا اليوم يوم التحدي والصمود وجد شعبنا اليمني العظيم وجماهير المؤتمر اعضاء وحلفاء وانصارا وجه رسالة قوية ومدوية الى العالم مفادها اننا هنا وسنظل هنا مهما تماد العدوان في قطرسته وتجبره ورسالة وجهة خصيصا لانطام آل سعود بانهم لن يستطيعوا محو الجمهورية اليمنية وطنا وانسانا من الخارطة مهما كانت قوتهم امام ذلك الحشد العظيم والمذهل الذي تفاجأ به الجميع اجد نفسي عاجزا عن التعبير عن حقيقة مشاعري نحو ابائي واخواني وابنائي وامهاتي واخواتي وبناتي التي تفيض حبا واجلانا وافتخارا بحماسهم واسرارهم على الحضور الى صنع عاصمة الجمهورية وعاصمة التورة والجمهورية والوحدة والى ميدان السبعين ميدان التحدي والصمود متحملين عناء السفر ومشاقه الجسدية والنفسية والمادية وشكلوا بذلك اروع صور الوحدة الوطنية في خضم هذه الاجواء الجماهيرية المؤتمرية وجه التحية والتقدير والشكر للامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاخ عارف عوض ازوكا على كل ما بذله من جهد وعناء في الاعداد والتجهيز والتوجيه للحشد الجماهيري الكبير والذي لو لا تلك الجهود والمتابعة لما تحقق ذلك النجاح المشهود للمهرجان والشكر موصول للاخوة الامناء العامين المساعدين للمؤتمر كل باسمه وصفته وللاخوة اعضاء اللجنة العامة وعضاء الامانة العامة وعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات والجامعات ورؤساء المراكز التنظيمية على ما بذله من جهد وما تحمله من مشاق وعناء لهذا الحشد والشكر مستحق لكل مؤتمرين ومؤتمرية ولقيادات وأعضاء أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ولرؤساء وأمنا عموم المجالس المحلية في كل محافظات الجمهورية بدون استثناء والمشائق والعيان والشخصيات الاجتماعية وكل أبناء الشعب اليمني العظيم وأخص بالشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والأمن الذين يحافظون على أمن الوطن والمواطنين من جهة ومن جهة أخرى يدافعون ببسالة منقطعة نظير عن حدود وسيادة واستقلال الوطن ويتصدون لأبشع أدوان على شعبنا الصابر والصامد كما أشيد وأشكر الشباب والطلاب وكل اللجان الفرعية وكل وسائل الإعلام المؤتمرية واللجنة الأمنية العليا واللجان الأمنية الفرعية وكذا اللجنة المنظمة للمهرجان التي تحملت عب المسئولية أو عب مسئولية التنفيذ الخلاق في مراحل الحشد الجماهيري الكبير كما وجه تحية تقدير للمرأة اليمنية أينما كانت على صمودها وصلابتها وعلى تفاعلها الخلاق مع قضايا الوطن وأخص هنا القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف بقيادة الرفيق المناظرة فائق السيد باعلوي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام مقدرا ومتمنا كل الجهود والإسهامات التي تجلت في الاندفاع الكبير للمشاركة النسائية الفاعلة في الحشد الجماهيري صباح يومنا هذا السبت 26 مارس 2016 ولأنسى هنا أن أشيد بدور الكلمة والقصيدة والرسم وبدور الشعراء والمثقفين والمبدعين الذين كان لهم دور كبير في شحذ الهمم الوطنية وإذكاء روح الحماس والاندفاع لدى أبناء شعبنا خصوصا في نفوس أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأخص بالشكر والإشادة الشعراء الشعبيين المتألقين سواء كانوا من الرجال أو النساء فلهم جميعا منا جزيل الشكر والتقدير ومن إبداع إلى إبداع الرحمة والغفران للشهداء الأبرار العزة والشموخ لشعبنا الكريم النجاح والتألق لمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا